قد يراك البعض تقياً وقد يراك آخرون مجرماً وقد يراك آخرون كذا أو كذا أو كذا لكن الحقيقة أنك أنت أدرى بنفسك السر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك هو سر علاقتك بره فلا يضرنك المادحون ولا يضرنك القادحون لأن الحقيقة تقول بل الإنسان على نفسه بصير من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية أنك لا تدري في أي فترة منهم ستكون الخاطمة افعل الطاعة إخلاصاً لا تخلصاً وحافظ على النفل تقرباً لا تترم فأنت والله أحوج للطاعة وربك سبحانه غنيب عنها لا تجعل همك هو حب الناس فالناس قلوبهم متقلبة قد تحبك اليوم وتكرهك غداً وليكن همك كيف يحبك رب الناس فإنه إن أحبك جعل أفئدة الناس تحبك والحرام يبطى حراماً حتى ولو كان الجميع يفعله لا تتنازل عن مبادئك ودعك منهم فسوف تحاسب وحدك إذا استقم كما أمرت لا كما رغبت اجعل لنفسك خبيئة وسريرة لا يعلمها إلا الله فكما أن ذنوب الخلوات مهلكات فكذلك حسنات الخلوات منجيات فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت السدى فلا تشغلت الأماكن الفارقة فإن أعظم مؤتمرات التاريخ كانت تحت السدى اللهم إني فوضت أمري إليك قال أحد العلماء إني أدعو الله في حاجتي فإذا أعطاني إياها فرحت مرة وإذا لم يعطني إياها فرحت عشرات المرات لأن الأولى اختياري والثانية اختيار الله علام الغلم جميلة هي الثقة برب العباد والله يعلم وأنتم لا تعلمون تلك إجابة شافية بقولنا لماذا يحدث ذلك لي لأن الله يعلم ونحن لا نعلم فروج بعض الناس من حياتك أو دخولهم إليها رحمة من ربك رحمة لا ندركها إلا مع الوقت الأعوام تغير الكثير إنها تبدل تضاريس الجبال فكيف لا تبدل شخصيات البشر لو علمنا كيف نغرق في الأجر بعد المحن لما تمنينا صرحة الفرد لم يأخذ منا إلا ليعطينا استقبلوا الأقدار بقولنا وقولكم الحمد لله كان الثلف الصالح يتواصون بثلاث كلمات لو وزنت بالذهب لا رجحت في الأولى من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس والثانية من أصلح سريرته أصلح الله على ميته والثالثة من اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه وآخرته شد أنواع الخسارة لن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض ولا يوجد لك مكان فيها اغتنم الحياة فهي ذات أغفر الله لي ولم صلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدينا محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة